تتفاقم ظاهرة السلاح المنفلت في البصرة إلى مستويات باتت تهدد أرواح المواطنين بصورة يومية الطالبة نورا هي واحدة من عشرات الضحايا الذين يدفعون ثمن لإنفلات الأمني تفاصيل ما حدث مع نورا لخصه لنا مراسلنا في المحافظة إيهاب المالكي في هذا التقرير فنتابع معا أصابت الرئة اليمنى واستقرت باليوسرة تحت الحجاب الحاجز رصاصة طائشة اخترقت جسد الطالبة نورا وأسقطتها أرضا داخل جابعتها في البصرة دون أن تشعر كانت الإصابة مباشرة بالجهة اليمنى وفاتت على الرأتين دمرت الرأتين وبعدين استقرت جوه الصدر داخل قفص الصدر مالته هي أصلا هي رأسا وقعت يعني كان الوضع الطبيعي وهي ما أشوف إلا صديقتها سوال فتنة أو زملائها اللي كانوا إياها قالوا إنه هي رأسا وقعت جاءت توقف ورأسا وقعت والدها الذي يتحدث أمام عدسة الرابعة عن الأضرار التي أصابت ابنته جراء السلاح المنفلت يقولوا إن جميع الطلبة هم معرضون لنفس الكارثة كون الجامعة تقع في شمال المحافظة معقل النزاعات العشائرية هناك كانت جالسة على المصطبع تنتظر الخطم على السيارة اللي ينقلها اللي هو موقع البيتنا يعني اللي هنا فكل اللي نقل إلي إنه هي تلقت طلقة عشوائية أو طائشة من مسافة بعيدة واختلقت هذه العصاصة جسدها هذا الرمي العشوائي اللي يطلقوهم وناس جهلة يجب أن الإعلام يركز اهتمامه أولا على هذه الظاهرة ليعتبرها ظاهرة شاذة في مجتمعنا نورة التي تدرس الهندسة في مرحلتها الرابعة وضعت اسمها في قائمة ضحايا السلاح المنفلت وإطلاق النار العشوائية والرسائل موجهة للجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح الطلبة داخل الجامعات القريبة من مناطق النزاعات العشائرية إيهاب المالكي الرابعة مدينة البصرة مدينة البصرة مدينة البصرة مدينة البصرة مدينة البصرة شكرا